سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء هذا اليوم هو يوم مميز نستذكر اليوم عملية ترخيل شعب تتار القرم عام 1944 ونخي ذكر ضحاياها ولسو إلحظ فإن تاريخنا يختوي على العديد من الصفحات المأساوية والمصاحب التي تحملها شعبنا ولكن بغض النظر عن ماذا مرارت أو فزاعت صفحات تاريخنا هذه فإنها لن تصبح أبداً صفحات من الأكاذيب كما لن تصبح الصفحات الأخيرة في تاريخ أوكرانيا اليوم في إحياء ذكرى ضحايا ترخيل تتاري القرم وإدانة الاعتداءات الروسية على شبه جزيرة القرم نشر ونعلم أن الشر الروسي ليس قوياً جداً إن زمن تواجد المحتلين على أراضنا محدود وطردهم أمر لا مفر منه فهو أمر يعتمد على كيفية مقاومتنا جميعاً وعلى ماذا سعينا إلى التوخيد العالم وماذا استداد العالم لخماية الإنسانية والحياة كان الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014 بمثابة اختبار اختبار لغزيمة الجميع في العالم لم يكن هناك رد فع المناسب في ذلك الوقت فقرر بوتين أنه يستطيع الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ويستطيع أن يفعل المزيد من الشر دون أي عقاب ولكن يوم الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 وضع الحد لهذا من خلال مقاومة جميع الرجال والنساء الأوكرانيين وجميع أفراد شعبنا الناس مختلفين من أجيال مختلفة ووجهات نظر مختلفة الذين أوقفوا المختلين معاً إن النقطة التاريخية التي تم وضعها آنذاك لن تصبح أبداً فاصلة منقوطة بالنسبة لأوكرانيا لن تتعخ لموسكو أبداً فرصة للتغلب على بلدنا وشعبنا ووعينا وتاريخنا الآن في القتال من أجل أوكرانيا وفي العمل من أجل أوكرانيا أصبحنا أقوياء حقاً فلن يفلط الشر الروسي من ردودنا العادلة في أي مكان أشكر جميع جنودنا ووحدات قوات الدفاع الأوكرانية الذين أثبتوا هذا الأسبوع أن الدولة الروسية ستدفع ثامن كل ما تفعله ضد شعبنا ومجتمعنا أشكر كل جندي من جنودنا الذين أظهروا مرونة وتمكنوا من تحقيق شيء من الاستقرار هذا الأسبوع وعلى وجه الخصوص في اتجاه خاركف إن المختلين يخسرون المشاوى الملعدات وهي خسائر ملموسة رغم أنهم كانوا يعولون على تقدم سريع على أراضنا مثل ما خدث في عام 2022 كما أننا لا ننسى أيضا اتجاهات القتال الأخرى إلى جانب خاركف كراماتورسك وبوكروسك وكوراخوة والاتجاهات الجنوبية أينما كان الأمر صعبا فإن قواتنا توطي ردا لائقا للمختلين على وجه الخصوص أشكر بشكل خاص الرجال الذين صدوا الهجوم الروسي على تشاسي فيار حيث دمر جنودنا أكثر من عشرين واحدة من العربات المدرعة للعدو أحسنتم يا شباب أشكر أيضا كل ممثل دولتنا الفريق الدبلوماسي للمكتب الرئاسي والمسؤولين الحكوميين وسفراتنا والشخصيات العامة وكل الذين يساهدون أشكرهم على التقدم التدريجي خطوة بخطوة في التحضير لقمة السلام أول قمة عالمية توقض في سويسرا نحن نقوم في التهاون مع شركائنا بإهداد منصة حقيقية المنصة العالمية القادرة حقا على إجبار روسيا على السلام المنصة التي لن تتمكن روسيا من خضاعها خلال هذا الأسبوع أضافنا المزيد من المشاركين الجدد في القمة فقط على مستوى رؤساء الدول والحكومات أجريت المخدثات مع جورجيا وكندا وكوريا ولوكسنبورغ وليختنشتين وملاوي وبرتغال وسلوفينيا وفرنسا وسويد وليبيريا كما تحدثت أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي وسيكون الأسبوع المقبل نشيطا أيضا من الناحية الدبلوماسية تعمل الدبلوماسية الأوكرانية إلى جانب الأسلحة الأوكرانية من أجل تحقيق السلام العادل لدولتنا والعقاب العادل لروسيا على هذه الحرب سنقوم بالتأكيد بتنفيذ مهامنا شكرا لكل من يساعد شكرا لكل من اختار أوكرانيا ويحقق لبلدنا النتائج والقوة المجد لأوكرانيا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة